السلام عليكم وحياكم الله وإهلا وسهلا الله يسعدكم يا رب نتكلم اليوم عن نبات الندغ أو المجرة أو الوشاية له عدة اسمها هو هو نبات من النباتات العاسلة من الدرجة الأولى العسل تبع المستخرج من رحيق المجرة والندغ العسل الكيلو الواحد يوصل فوق الألف ريال سعودي لأنه عسل جيد عسل فاتح لونه فيحبون أصحاب المناحل هو مكاثرة الله يسعدكم وإحنا كاثرنا عن طريق العقل وعن طريق البذور برضو يعني كلها تجي وأحيانا الشتلة نفسها تقدر تفرد من خلفاتها إذا كانت شتلة يعني كريمة بالإنتاج والله كريم فتقدر تفرد منها لكن العقل ممتاز جدا مكاثرته عن طريق العقل زي ما أنتم شايفين برضو البذرة جيدة ولكن البذرة تتأخر شوي هو نبات ما يحب زيادة الرية الحقيقة أبدا زيادة الرية يعني ترهق النبات كثير كثير فهذه المجموعة اللي هنا ما شاء الله زي ما أنتم شايفين التزهير خلي نشوف لكم زهرة فيها تفاصيل حلوة هذه طبعا زهرته صغيرة جدا لكن داخلها تفاصيل جميلة من النباتات الجيدة اللي تعتبر فيها قوة شوي بالتعملات عندكم هنا التزهير ما شاء الله تبارك الله بدأ يزهر بشكل كبير وهو لسه بالمشتل إنما إن شاء الله أنه الأيام هذه نقدر يعني على شهر يحنا في هذا شهر اثنين شهر ثلاثة ميلادي طبعا هذا نقدر نطلعه برة ونزرعه وإحنا مرتاحين ولكن بس ننتظرين شوية ترتيبات خارجية إن شاء الله المكاثرة زي ما قلنا لكم المهم أنه الرية ما يكون رية غزيرة لأنه تختنق الجذور بسرعة أيضا التربة يجب أنها ما تكون تربة طينية داكنة ننتبه منها نزيد نسبة الرمل أو نزرعه مكان فيه الرمل أكثر من الطين يعني كمعادلة يعني بحيث أنه يكون الرمل أقل من الخمسين بالمئة من المحتوى التربة المزروع فيها طبعا التسميد والأشياء هذه أنتم معرفينها تسميد وتسميد زي أي نبات آخر لا جديد يعني ترى ما نقدر نقول لكم والله سمدوا بالطريقة الفلانية هذا كلام غير منضبط هو نبتة زي وزي غير النباتات يسمد بالطريقة المعتادة إنما بس حبيت أقول لكم عن المكاثرة وعن الفوائد حقته فهو جميل جدا جدا يعني أنا ما أدري بس يقال أنه سمي المجرى لأنه الرحيق يجري من العسل من غزارة الرحيق الموجود هنا فما يتعب النحلة وبنفس الوقت تعطي العسل جيد جدا الله يسعدكم مع السلامة اشتركوا في القناة